مطالب مادية ومهنية رفعها اليوم الفريق التقني العامل بشركة كلاسيكو للأنتاج أمام مقر التلفزة التونسية الأسباب الأساسية باش نوضح الحكاية من اللول بكل تم اتصال بايا من طريق ترفزة تونسية الاعداد برنامج تحت عنوان تليسينيما كان في بيلي هو يتابع في العملية وذلك برامون شيء مشروع أن ترفزة تونسية تكلف واحد بشي يعمل متابعة للموضوع تفاهمنا صورنا الحلقة الأولى كوبي زيرو مشاهدة التلفزة كانت ناشحة جدا العقد اللولاني كان من تحت مبلغ ستلاف وما يقارب سوعة مئة دينار واثنين مئة دينار كما كان بعد باختيت العقد بدنا نحكيه وتعرضت من السيدة ذايا طلب رشوة ابتزاز وطلب رشوة واستغلاء وظيفة عمومية وطلب علي نسبة من مبلغ لكل حلقة رفضت وكي عرفتها اللعبة لأسف لعبة مصخة قمت بتشجيلات سجلت السيدة ذا في طريق قعدات ونطلب مني مبلغ رشوة وبين البعض العاملين بالشركة أن التلفزة التونسية انتهجت سياسة المماطلة بخصوص المستحقات المالية للشركة وكذلك على مستوى العقد القانوني ما كانت أول حلقة صورناها بتاريخ 4 مارس 2012 وقعدنا نصوره وأكد محمد العدودي المنتج بشركة كلاسيكو للإنتاج أن وزير الثقافة مهدي المبروك طلب دعما لهذه الحصة التلفزية لأن المدير العام للتلفزة ما زال يعتمد أساليب المماطلة ترجمة نانسي قنقر